كنحتاجوا المقادير في هات الشباكية كناخدوجوش كيسان ديوجنجلان مطحونين ومقرملين كنغربلوهم مزيان عدنا نس كاس ديال زيت البلدية زعفران زغبة كندوبوف نس كاس ديال الماء هنا كاس ديال زبدة ديبة مزيان وكاس ديال زيت ونس كاس ديال المزهر وعدنا بيضة ضامة ديال زعفران شوية القوزة حكوها وخمارة ديال الحلوة شوية السمن نص معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة ديال القرفة في هات المقادير كلها كنديروه في كيلو ديال الطحين وعدنا كاس ديال اللوز دهوت هن نقليه ونطحنوه ونغربلوه من بعد ما عجينا العجينة ديالنا ديال الشباكية كنقسموها هكا كندلكوب الوحدة بالوحدة كنصرحوها في طاويلة العامل اللي عجينا راه هزوينا البنات راه ما كدتقطع موالو معجونا مزيان شو طروري ما نرقوها ما نخليوها شغليدة سترقق باش شباكية ديالنا ما تجيش غليدة انا هنا كنصرح في شباكية مزيان في العجينا مويم غادي نتراسيها انا غادي نخدم به هاد طابع كنتراسيها مزيان شو ستكون في هاد السمك العجينا نتراسيها كاملة مره مره نطابع نديرو فيه شوية طحين شوية الفورس باش ما يلسقش لينا وطريقة ديالة شباك ديالها باشتو ناخدو وحدة كنتلقو وحدة لتحت ووحدة تاني ناخدو ونطلقو الرابعة لتحت مويم ثلاثة كيكونوا الفوق وحدة ايه وحدة لا ومن بعد كنشدو ديالة جناب اللي لتحت بجوج كنلسقوهم كنعاودو ونطويوها باشتو هاد الشباكة هادا ركي يجي ساهل وزوين وكيعطي منظر ديال الشباكية زوين هنا غادي نعاود هنا وحدة اخرى ضروري نشدو وحدة ونطلقو الاخرى مويم كيبقى عدنا ثلاثة لفوق وجوج لتحت ونحاول نشد هادوك الريوصل اللي لتحت كنبرك عليهم زيان ونعاود نقلبوهم للفوق شتو ونجمعو شوية هادوك جناب اللي كيكونو وشباكية راها من اسم البنات ريح تزوينا شفتو مويم احنا كننبقو نديروهم هنا في اللاطا اللاطا نغطيوها ضروري نفرشو لها شي يزيف وكنديرو نستفو الشباكية ديالنا ونغطيوها وفي المقاون حتى كنكملو الشباكية كاملة وعاد كنبدو نقليو فيها شباكية بدينا بشباكية اللولة اللي صيبناها وبالنسبة الهد شباكية هادي اللي صيبت رمى في هاش الكوسور حتى شي واحدة ما تهرسات ولا ولا دعت بالعاقس جات زوينة واحتل بنا ديالها جات غزالة بشتو هنا هي هي كالطيب وبالنسبة للطنجرة را كتساعدكم في طيب ديالها بش ضغيط تقل عليكم والزيت ضروري خصة تكون طالعة على الشباكية وانا هنا كنقلب القطيب كيساعد بشتقلب عليكم الشباكية دياركم هنخلي واحدة كتتتحمر من تحت عادي كنقلبوها هنخلي هنخلي قلب سوم كاملين سدز كالطيب وضغيط كالطيب الشباكية ما كتاخدش وقت طويل هيا كتتقلة من بعد ما طابت لي الشباكية انا هنا غادي نصفيها مزيان شتو ما فيهاش تقع الكوسور وغنديرها في العسل تاخد هاد اللون باركة ما تخليهاش تتحمر بزاف بش ما تجيش مرة ونصفيه هنا الشباكية كاملة ونديرها في العسل من بعد ما اكملت شباكية كاملة حيتها من السيت اغطسته هنا اغطسته هنا في العسل ونحاول نهبطها للتحت باش تشرب لكم العسل مزيان وحتى العسل يكون زي ما تديروا كمية تكون كتيرة باش تتعسل لكم شباكية مزيان كتخليوها حد شوية عد كتحيدوها باش جيش شاربة العسل ملداخل باش جيش شاربة العسل ملداخل باش جيش شاربة العسل ملداخل ممكن تديري شبكة اللي عندك يتوفر انا انا اغطينا نصفيها شباكية كاملة ملعسل تقولون ديالها كيفاجات وحتى تشباكة رزوين البنات وساهل معسلم زيان مزيان من بعد ما حييت شباكية كاملة من العسل غادي نحاول دابة باش رش عليها جنجلان جنجلان اللي كيكون منقي ومحمر ضروري ما يكون محمرة البنات وها الشبكية ديانا موجودة كالجزوينة من بعد ما كمت شبكية كاملة مهمة دول الطبق النهائي البنات شوفوش بكية كيف الجز شوفوش بكية كالجزوينة 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 اشتركوا في القناة